طبعا عايزين بقى نروح برضو للمزيد من الاخبار المفرحة احنا بنكمل معاكم وبصفة يومية تطورات مشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا في الجزائر وهران عشرين اتنين وعشرين امبارح حقق عمر الرضا ذهبية جديدة لبعثة مصر في منافسات المصارع الحرة بعد ما فاز على منافسه التركي في ميدان اربعة وسبعين كيلو جرام ليحصد الميدالية الذهبية كمان تم تتويج يحيى حافظ بفضية وزن 65 كيلو جرام مصارع حرة وحقق يوسف حميدة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 125 كيلو جرام مصارع رومانية ليرتفع رصيد مصر من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الساعات القليلة الماضية وان شاء الله اللي جاي افضل ومستنين منهم المزيد من الانجازات والمزيد من الميداليات طيب نخش بقى في تفاصيل اكتر لان بصراحة هذه البطولة يعني اثبتت قد ايه احنا عندنا ابطال بجد بجد يمكن البعض ما كانش يعني ملتفت ليهم لكن هم اللي فرضوا على الساحة وعلى الجماهير وعلى الارض اللي تفات ليهم بجد يعني عارف انت من كتر ما بتحقق اسمك بتحقق نجاحات بتدي الناس تقول هو ده مين في ناس كتير خليني يقول له حضراتكم ده شيء ممكن يكون محزن شوية من ابطالنا اللي بيشاركوا في هذه البطولة مش معروفين يعني الناس بتقول لك ايه ده الله بس هم ما معرفوش مين هذا البطل البطل ده حقق نجاحات كبيرة جدا رفع اسم مصر في محافل دولية مختلفة فعشان كده احنا لازم نسلط الدوق عليهم